أصيب خمسة عشر جنديا في معسكر تموله قطر في منطقة يفرس بمحافظة تاعز ويقود الشيخ حمود المخلافي بقصف طيران مسير استهدف بوابة المعسكر فجر اليوم وقال شهود عيان إن الطائرة مسيرة انفجرت في سماء المعسكر مما أدى إلى إصابة خمسة عشر من الجلود المتواجدين ساعة انفجار الطائرة وقال نشطاء محسوبون على التوجيه المعنوي لمحور تاعز إن الطائرة تم إسقاطها فوق المعسكر غير أن جنود المصابين في الانفجار أكدوا أن انفجار الطائرة المفخخة تم دون أي استهداف لها وحلق الطيران المسير بشكل مكثف فوق مدينة يفرس والمناطق القريبة من المعسكر في مديرية جبل حبشي بمحافظة تاعز اشتركوا في القناة